في ناس مرضها النفسي بيدمر حياتها وناس تانية بتقدر تتعافى منه ترجع لحياتها الطبيعية وتبقى شخصيات نجحة جدا في المجتمع بس امتى المريض النفسي مرضه ممكن يدمر حياته وامتى يقدر يتجاوز المرض ده لو هو فعلا مريض نفسي ده اهم سؤال خرجنا به من قصة هاجر طبعا ده غير الخنائط اللي بتخليقنا انا ودكتور محمد محمود حمودة بوست الفاصل عشان الارائي المختلفة بس انا هسمع بقى ردك على السؤال يا دكتور طيب هو المريض النفسي مش هيعرف يقوم ولا يبقى عنده ارادة انه يبقى حاجة الا لو تعالج لانه احنا لسه بنقول لو هو مريض فصام فهو جزء من اعراض مرض الفصام الافوليشن اللي هو ضعف الارادة ولو هو مريض اكتئاب فجزء من اعراض مرض الاكتئاب الافوليشن اللي هو ضعف الارادة يعني مريض النفسي لا عنده طموح ولا عايز يبقى حاجة طبعا ولا عايز مننا حاجة طبعا هو عايز يقعد لوحده لو مكتئب أو عايز يفضل لوحده عشان خايف من الناس لو عنده فصام بالمناسبة يعني يعني المريد الفصام مش زي ما هي قالت مريد الفصام لازم ياخد جنب كده وينكمش في جنب تمام؟ لأنه خايف من أنه يجه ناس فمريد الفصام أو مريد اكتئاب أو أي مريد نفسي مش هيبقى حاجة إلا لو بدأ يتعالج نفسيا لأنه الأمراض النفسية عشان أقول أن حد مريد نفسي لازم يبقى عنده خلل وظيفي وخلل اكتماعي لو ما عندهش خلل وظيفي ولا خلل اكتماعي فهو مش مريد نفسي كلنا مزاجنا وحش بس منروح شغلنا فإحنا كده مش مريد نفسيين أول ما يبقى مش قادرة تروحي وما تروحيش وتترفدي كده بقت مريده نفسي لازم عشان لازم يحصل خلل وظيفي واجتماعي لا تشخص الأمراض لا تشخص الأمراض النفسية إلا بوجود خلل وظيفي وخلل اكتماعي فأنتي بتقولي لي دلوقتي أنه مريض نفسه ممكن يحفف يعني أنه خلاص يستطع في الحياة دلوقتي هو كده وأعلمونه يتعملون فعشان كده ورحيمه ماشي فعشان كده مريض نفسه ما ينفعش ينجح إلا لو تعالج فاهماني؟ قصت بقى أصليحنا شوفنا في بيوتيفول مايند أنه هو كان راجل عبكري وخد جائزة نوبل وبتاع وفعرف ايه ما هو كان بيتعالج حضرتك يعني هو كان بيتعالج ها يعني مريض وتشخص مريض وتعالج وخد الأدوية ولما وقق في العلاج رجع المرض يظهر تاني بالضبط نفس اللي كان حاصل في فيلم أسف على الإزعاج أنه هو كان خد العلاج فبقى كويس وبدأ يحقق نجاح ولما وقق في العلاج في آخر في فيلم رجع تاني المرض يبقى موجود